ما أتعلق بالجانب الفني أنا بس قبل بقى ما أتكلم على جانب الروح الرياضية أو تعالي نتكلم على جانب الروح الرياضية شوية الأول وبعد كان روح للحكام لأن الموضوع الحكام ده مهم بقم إمبارح المطش أولا كان ممتع الشيطي التاني بالتحديد يعني إيه إركن كده أنت معك على جنب الواحد استمتع بخلاف كده من أكتر المطشاط الواحد شاف فيها روح رياضية ما بين لعيبة كبار لعبة الأهلي والزمالك وما بين الجمهورين كمان أنا بصراحة مكنش في الملعب بس أنا كنت من التلفزيون وما دائما بحب علي التلفزيون على آخره يعني في المنشاط دي ما سمعتش أي اشتيمة ولا أي تجاوز من أي جمهور فدي حاجة كويسة اللقطة دي بقى لازم نقف عندها زي موقفنا عند لقطة إمام عشور وهو بيتعدى بالضرب على لعيب كبير قوي وعنده تاريخ عظيم قوي زيوليد سليمان في مرات السوبر هناك فبو ظابي لو تفتكروا وقفنا عندها غمسكن يعني عايزة أقول إيه انتقادنا إمام عشور انتقاد قوي جدا جدا لكن برضو في اللقطة اللي احنا شايفينها قدامنا دي لازم نحييه ونحيي وليد برضو اللي عنده تسامح كبير جدا جدا الرجل إمام عشور قبل ممتش راح على الدكة بتاعت الأهلي يسلم بالتحديد على وليد سليمان اللي هو يعني اعتذار بشكل أو بآخر أنا يعني أنت على راسي ما لهاش معنى غير كده وده اعتذار أعتقد التالت منه بالمناسبة الرجل اعتذر قبل كده لكن دي فرصة بالنسبة له شايف وليد في الملعب أو على الدكة راح له خصيصا عشان يحضنه يسلم عليه فدي لقطة لازم نبني عليها لصالح الكورة في مصر لصالح الرياضة في مصر لقطة حلوة وأنا في اعتقادي إن إمام عشور وصل لمرحلة جيدة جدا من النطج الكاره والنطج حتى في العقلية وإيه اللي ينفع يتعمل وإيه اللي ما ينفعش يتعمل لأن التلعب دولي دلوقتي فالنطج ده كانت ناتجته اللي احنا شايفينه من المظهر والصورة المميزة جدا الحضارية الرائعة مبارح ما بين اتنين لعيبة كبار إمام عشور من اللعبة المميزة جدا بصراحة دلوقتي وليد سلمان طبعا مش محتاج إن احنا نتكلم عليه يعني لعيب بتاريخ كبير جدا جدا وأحد يعني كباتل النادي الأهلي برضو صورة تانية هي تبادل التشيرتات ما بين أونجم نجم النادي الزمالك وأفشة نجم النادي الأهلي لقطات كنا مفتقدينها في مباريات الكمة صراحة فدي مشاهد كانت بعيدة عن حتى مبارح ربطة الأندية زي ما حرقكم شايفين كده وجهت الشكر بتشكر قطبايي القرى المصرية من خلال البيانة اللي حضارتكم شايفينه ده على الشكل المميز والحضاري اللي احنا شفناه مبارح والعكس صورة مميزة عن ناديين كبار بحجم الأهلي والزمالك فأتمنى أن الروح الرياضية دايما تبقى موجودة كل لعيب يفرح مع جماهيره عادي جدا كل لعيب يبقى متحمس أو في الملعب جمهور كل فريق يبقى مقطع نفسه عشان فرقته من غير ما يتكلم على الجمهور في فرقة تانية أو من غير ما يتجاوز في حد تاني هتقول لي احنا اللي بنقول كده اه احنا لازم نبقى محترمين لازم يبقى دي طريق تفكيرنا بالمناسبة مش عشان مثلا احنا في قناة الأهلي نطلع نقول لك ما جيبش اللقطات اللي زي دي لا طبعا بالعكس بالعكس النادي الأهلي نادي كبير نادي محترم بيرسخ مبادئ وقيم هي دي القيم اللي احنا نتمنها في الملعب هو ده النادي الأهلي ده اللي تربنا عليه جوالأهلي بصراحة انه لما يكون في لقطات زي دي ما ينفعش نعديها ونمسك بس في لقطات الوحشة لا اتكلمنا على لقطات الوحشة وقلنا انه دي سلبية كبيرة جدا 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 وقال انتقاد لازح ومنتهى الحسن لكن لما تبقى في لقطات إيجابية لازم نقف عندها ونشيط بيها بصراحة فشكرا امام عشور ووليد سليمان على اللقطة دي وكل الروح الرياضي لكي تتموجودة بين لعبين تعال بقى بص بقى ترجمة نانسي قنقر